أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيتم منح مئات تراخيص البحث عن النفط والغاز الجديدة في المملكة المتحدة وذلك على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من التهديد الناجم عن الاحتباس الحراري كما أكد أنه تم اختيار شمال شرق أسكتلندا ومصب الأنهار في منطقة هامبر كمواقع لمجموعتين جديدتين لاستخدام وتخزين الكربون الحكومة أفادت أن هذا من شأنه أن يعزز الصناعة النظيفة المزدهرة في بحر الشمال والتي يمكن أن تدعم ما يصل إلى خمسون ألف وظيفة أعلنت الحكومة والسلطة الانتقالية لمنطقة بحر الشمال نستي اي عن التزام مشترك بإجراءات التراخيص المستقبلية والتي ستستمر في الخضوع لاختبار التوافق مع المناخي وقبل ركوب طائرة خاصة إلى أبردينشاير قال سوناك إن عمليات البحث عن الآبار الجديدة هي الشيء الصحيح تماما الذي ينبغي عمله وأضاف في تصريحات لراديو بي بي سي اسكتلندا حتى عندما نصل إلى صاف الصفر في عام الفان وخمسون سيظل ربع احتياجاتنا من الطاقة يأتي من النفط والغاز وإنتاج الغاز المحلي لديه حوالي ربع البصمة الكربونية للغاز المستوردي ترجمة نانسي قنقر